السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الاخت فتي يحيا كتقول باختصار في الجواب ديالها في سؤال ديالها كتقول بانها في رمضان شعرت بانها حامل حمل مفاجئ مقدست صوم وما البعض كلات الايام ديالها وده ما بغت تقضي ما حكم القضاء اش من فيدي غدير لا لا فتي هو ان الصيام بالنسبة للمرأة الحامل لا ينبغي هي كتسمى من اصحاب الاعضار الشرعية الاعضار الشرعية كان المريض الذي عنده مرض شديد وكان كذلك الشيخ الهرم وكان الطفل الذي لم يبلغ الحلم وكان المسافر ولو بدون مشقة وكان المرأة الحامل والمرأة النفسى والمرأة اللي هي كتوحم هو المرأة المرضع والمرأة الحائض كما تعلمون هذو كلهم كتسموا اصحاب الاعضار الشرعية الله عز وجل لما فرض عليهم صيام وانما ندب لهم ان يأكلوا ويفطروا وفيما بعد يقضوا الحالة دي لك للا من اللي تفجأت بانك يحامل فانت بغت تاكل وخمت صحيحا لكن ما في بطنك جنين خصويا كل كل فترة زمنية محدودة كل ساعة او ثلاثة خصويا كل فالصمت انت 12 ساعة او 14 ساعة هو تكلفيه وتلزميه ما لا يطيق فلهذا ربنا عز وجل لا شرع الصيام للحامل لو انك اكلت قد تكوني دي لك ساعة الحق تبي جنينك ضرارا وهذا غير مسموح به فصيامك افطارك في رمضان امر مباح لعلك ابنتي ويعليك الفدية القضاء عليك القضاء ما هو القضاء هو الايام اللي كليتيها ترضيها كليتي شهر بكاملية ترضي شهر وربع عز وجل قال لنا فعدة من ايام اخر راشهر عندك كل طويل ارامت قسمه دير اثنين الخميس دير الايام البيض انت حرة قسميه كما او اجمعيه دفعة واحدة كل دلك مويسر لكن بعض العلماء قال لك انت انت يا شعر بنشاط والجن خفت على الجنين ديالك قال لك هنا عليك القضاء او الفدية هذا عشتهاد يعني انك انت قدرت صومي ولكن خوفك على الجنين اذا طررت للأكل في رمضان فانت عليك القضاء زائد الفدية لانك استفدت من طعم ايضا والمستفيد رقم واحد والجنين وانت استفدتي هذا عشتهاد للعلماء اللي واجب عليك هو فقط القضاء تحسبين ان يملك لتيها اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع اربعة اسابيع ترضيها صياما الفدية المستحبة اذا بغيت تقومي بها هي اطعامه مسكين بيقدار تقريبا في المتوسط خمستاشر درهم اذا بغنا نقومها بالمال حوالي خمستاشر درهم كتكلف الواحد فنعطيها ليه مال للمنفعة او اعطيها ليه اطعام وخيرها امتقدها مواد غدائية مواد غدائية كتجي سهلة المواد الضرورية سكر وزيت شريعه مننا عند الهره ونعطيهم انشي أسرة فقيرة القيمة مثلا القيمة تلزم الشهر كله رمضان كله ثلاثين يوم ممكن قفة من فئة ثلاثين احترار ربعين درهم وما زادت كان أفضل تسمى شهر كله إلا قدرت يدري هذا العمل يكون أحسن ليش عند ملحانوت يقل لي أعطيني مواد غدائية يجمع لي دقيق سقار آتاي قهوة لقسم الله لك يحتاجه للناس مواد النظاف لك يتكل تغذية يطعام وتكل فاتورة تزيده على أقل ثلاث مئة درهم إلى أربع مئة درهم إلى ما زاد الله من فضله وكفاكي الحكم وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك بنتي فتحة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله